رجعنا مرة ثانية مشاهدين هارك سعيد ودور مجلس علماء مصر في التنمية الزراعية موضوع مهم جدا جدا يعني بشكل كبير هيقدر ان احنا نتعامل مع الثروات الموجودة داخل مصر عايزين نتكلم عن دور مجلس علماء مصر ايه الدور اللي هيقوم بالزبط بتفاصيله بالحاجات اللي ممكن نقدمها للتنمية الزراعية اكيد دور مجلس علماء مصر بيقوم بالدور مهم بالمساهمة في تنمية مصر اقتصاديا وادبيا وعلميا كمان يعني ده في محاولة للنهوض بالبلد الحقيقة ده من خلال علمهم اقتراحتهم خلال نخبة العلماء المميزة اللي موجودة هناك واللي منها بنقدر نسفيد منهم في مجالات كتيرة جدا نهاردة هنخصص طبعا الموضوع خلينا نتكلم عن جزء الخاص بالزراع والتنمية الزراعية هيكلم معانا ديوفنا الموجودين معانا نهاردة نحاول نستفيد منه ونعرف منهم تفاصيل اكتر عن الموضوع هيكون معانا دكتور احمد عبد الرحمن امين لجنة الاستثمار والتمويل العلمي صباح الخير يا فاندر صباح الخير وكمان هيكون معانا دكتور محمد عبدالصمد امين عام مجلس علماء مصر صباح الخير يا فاندر صباح نور عاملين ايه؟ مستعدين للموضوع المهم ده يعني كلنا مستنيين النتائج المهمة اللي ممكن تدر على مصر من خلال الموضوع ده خلال نتكلم بس في الاول او نبدأ كلامنا باهم الملفات والمستجدات في مجلس علماء مصر من خلال دكتور محمد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم المجلس الآن طرح حدة مبادرات خلال الفترة الاخيرة يعني المبادرات كلها في تنمية المرأة تنمية الشباب تنمية المجتمع بصفة عامة ولكن يعني نقدر نقول ان احنا فيه مشروع ابتكر يا مصري وده للباحثين والمخترعين على مستوى الجمهورية مصر العربية بتعاون مع اكثر من جهة فيه مشروع على ام مدرسة وده لتنمية المرأة فيه التوعية المجتمعية والتوعية البيئية الاخ ده طبعا بتعاون مع المجلس القومي للمرأة وفيه مشروع القومي للشباب وده لتنمية الشباب وتأهيله لشغل وظائف عمل وفيه ايضا مشروع اللي هو التنمية الزراعية وده هيكون بتعاون مع النقابة العامة للفلاحين ووزراء الزراعة اللي هنقدر من خلاله ان شاء الله نقدم شيء ملموس فيه التنمية الزراعية في مصر ان شاء الله وطبعا نهاردة دكتور احمد هنخصص موضوعنا اكتر بالجزء الخاص بالتنمية الزراعية ونعرف دول مجلس علماء مصر في التنمية الزراعية بالتحديد احنا مبدئين للقطاع الزراعي اللي موجود في مصر قطاع كبير جدا قطاع مهم جدا اقتصاديا القطاع دهات بيمر بمراحل كتيرة طبعا بظروف البلد واللي حصل الانظمة السابقة واللي قبلها واللي قبلها تدهيض ضهور القطاع الزراعي بتدت الحركة بتاعت التنظيمية للقرار الزراعي اساسا في مصر فيه تراجع فيها في عندنا مشاكل كبيرة بتخش فيها اللوايح المنظمة التوزيع الحصص والدعم هل يتحرر الدعم هل ما يتحررش الدعم موضوع السوق السوداء موضوع الاسمدة والمبيدات المخشوشة موضوع التوعية والارشاد ودي الكارسة الحقيقية اللي موجودة حاليا في مصر لان غاب الارشاد الزراعي عن مصري تماما ومبقاش فيه حاجة هو كان شكل من اشكاله الاعلام كان فيه اشكال اخرى مفترضا ان هي كان بتؤثر اكتر طبعا احنا في معهد بحوص الارشاد الزراعي اللي موجود في مركز بحوص الزراعية ده مسؤول عن الارشاد الزراعي ده المفروض ان هو كان بيعمل حملات توعية وبينزل المزارعين وبينزل الجماعات الزراعية للأسف الحاجات ديت كلها غابت بقى فيه ثقافة سيئة بيستخدمها المزارع في الزراعة بيستخدم المبيد باسراف بيستخدم الاسمدة باسراف اسمدة المعدنية بيتقلم من خصوبة التربة فابتدت المشاكل تتربى هل ده عن جهل ولا ده علشان يطلع محصول اكتر مع احترام احنا بقى فترة طويلة بعيد جدا عن المزارع فمش نقدر نحدد لان المزارع بقى يجي يقول الارض ما بتطلعش خصوبة كويسة انا استخدم اسمدة معدنية كتيرة اسمدة المعدنية تقلل على الخصوبة ما بيستخدمش اسمدة عضوية يستخدم السماد البلدي يطلع حشاش وميكروبات وفيروسات فالموضوع يصب بكله في الإرشاد الزراعي زائد ان القواعد واللواحي المنظمة للموضوع ده بتحافظ على المزارع الإنسان علشان خاطر الأكل اللي احنا بنأكله والخضروات الفكهة الحاجات دي نبقى كلنا ضمنين انها تبقى سليمة مياه في المياه نتمنى بصراحة يعني ده شيء مهم بصراحة فيه أزمة كبيرة في الأسمدة في مصر يا دكتور محمد ولا ده الرصد ده لسه ما عمل انا مش عايز انسى حاجة مش عايز انسى حاجة عشان ندخل في الموضوع بتاع التنمية الزراعية هاجات الفكرة ازاي ان احنا ندخل في الموضوع ومش عايز انسى طبعا طرفين أصلين وهي ماسف للمؤتمرات العلمية والاتحاد العربي التنمية المستدامة اللي احنا عملنا معهم بروتوكول مؤخرا عشان مؤتمر الدولي للزراع والغذاء وحددنا استراتيجيات الزراعة والتحديات الراهنة في مستوى المصر وده اللي من خلاله عملنا بروتوكولات التعاون عشان نقدر هو لسه في نوفمبر ان شاء الله المقبل من دلوقت لحد ما ييجي شهر نوفمبر نكون فعلا أسرنا المؤتمرات في مصر بتتعامل في كافة المجالات عشان نطلع بشوية كلام كويس والإعلام يصور وتوصيات وشكرا وما فيش تفعيل على أرض الواقع لكن احنا كنا لازم كمجلس علماء مصر يضم نخبة من أكبر علماء هذه البلد كنا لازم نعمل الدور ده من الوقت بتاعنا دلوقتي لحد ما نوصل لنوفمبر لازم نكون عملنا توعية كاملة للمزارع الفلاح للمهندسين للزراعيين لكل الناس المهتمة بالتنمية الزراعية في مصر ومن ثم نقدر نوصل للمؤتمر فيطلع فيه عندنا باحثين هيقدموا مشاريع المؤتمر لتبادل المعلومات مش تبادل هيكون دولي مش تبادل المعلومات بس لا احنا عشان نشوف استراتيجية جديدة دي عندنا كحديات لخريطة جديدة لصناعة المستقبل مستقبل التنمية الزراعية في مصر احنا بنفكر احنا كنا بنتكلم مؤخرا في آخر اجتماع لينا والدكتور أحمد عبد الرحمن كان موجود في هذا في تصنيع الحصولات الزراعية ازاي هنتغلب على الاستراتيجية الزراعية في الفترة دي والحمد لله نحمد ربنا ان فيه عندنا وزير الزراعية دكتور ايمان ابو حديد مستغل هذه الفترة فيه افكار جديدة واستراتيجيات جديدة وبيشوف ايه التحديات الروهين وحتى الفلاحين عندهم ثقة فيه كبيرة جدا فبيقدر يطلع انتاج اكتر وإحنا كما يجب سلمان مصر كان هدفنا نحنا ندعم جهود الوزرات في المرحلة دي ومش حابيني ان احنا نستغنى عن مصر في المرحلة دي سنت تحت ايديكم بيبقى بنود كتير جدا صراحة ملهاش عدد ولا حصر لها لانه هيبقى عشان تفيدوا المزارع اللي منه هنقدر ان احنا نحصل على كل اللي احنا عايزينه لازم الدولة هتخش ولازم المخصصات في الميزانية هتخش ولازم هنتكلم على بنود توعية زيما الدكتور احمد كان بيقول فيه حاجات كتير جدا فانا هرجع لك تاني في النقطة دي وارجع للدكتور احمد مصر مليانة بالثروات اللي ما حدش بيستغل لها ابدا ومليانة بالاراضي الخصبة اللي برضو ما حدش بيستغل لها وعندنا مزارعين وعندنا فلاحين المشكلة فين بقى هي مشكلتها في المؤتمر اللي مفروض بعد كده في المؤتمر نعرف يعني هم هيحلوها ازاي المشكلة فين هو احنا بس الاراضي الخصبة احنا بالفعل فيه اراضي خصبة وبتتزرع بس احنا عندنا مشكلة بقى هتخش فيها القافة الانسانية اللي هي الجشع والطمع اللي هو ازاي انا اخش اتعدى على ارض زراعية وابنى عليها واعمل فدي راجع برضو نقول ممكن تبقى قافة انسانية وممكن تبقى تراجع للعائدات بتاعت الزراعة لسبب اللي احنا مرينا في فترة اللي هي صورة 25 نداير وتبعتها وما تلاها صورة 30 فابتدت كل الفترات دي بتقصر على السوق الزراعي بواجهة عام كله لان الجشع استغل وقته في الفترة دي زائد ان التوعية غابت عن الفترة دي زائد ان المزارع بقى عامل زي اللي في وسط بحر ما بقاش عارف يعمل ايه اللي كان بيفكر يصدر ما بقاش فيه تصدير اللي كان بيفكر ينزل محلي السوق المحلي بقى سيروهش موضوع الاسمدة ودي مشكلة كبيرة هي حضرتكم تسألت سؤال بالنسبة للاسمدة انه هل فيه أزمة في الأسمدة في مصر ولا لا 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 ازمة في الأسمدة دي أزمة مفتعلة الأسمدة موجودة المشاكل التنظيمية من مصلحة مين ان احنا نطلع اشعاعات زي دين الأسمدة موجودة لا لا هي مش اشعاعات هي الأسمدة موجودة بس للأسف هي في الأسمدة المدعمة بتخش في صورة سوق سوداء بسبب ان ما فيهش قواعد منظمة لحطة المدادة لو ما فيهش رقابة الرقبة موجودة بس مش منظمة هي الفكرة كلها المشروع اللي احنا عملناها يعني الحمد لله مشروع احنا مش الشطارة اللي احنا نقول ان احنا عندنا مشكلة الصح اللي احنا نعمل الفكرة ما تحملش الدولة اكتر من طائطة فاحنا البحث اللي احنا عاملينه بالنسبة للحلول الاستراتيجية لجميع مشاكل الزراعة اللي موجودة في مصر وده ان شاء الله احنا نفعل الدكتور ايمان ابو حديد ان شاء الله ده هيبقى فيه حلول مبتكرة جدا حلول بسيطة جدا كل المبدأ الاساسي فيها التنظيم بس احنا محتاجين سرعة لانه التصريحات اللي زي دي او اللي شبه دي محتاجها تفعيل على ارض الواقع وسرعة يعني دي هتبقى في ايد القرار دي هتبقى في ايد القرار دايما دعم العلم دعم العلم نرجع له بالقرار السياسي عندنا مشكلة زي ما حضرتك سناعت دلوقتي من اجابة دكتور احمد انه عندنا اكتر من المشكلة انه فيه طبعا اراضي كتير جدا اتبنى عليها طب احنا عايزين نعرف دور مجلس دور المجلس علماء مصر في الموضوع ده ايه اللي ممكن يعني يكون بيرصدوا او بيقوم عليها لشان يحل مشكلة زي دي هل من صلاحياتكم ان انتو توصلوا ده لمثلا الدولة او المعانيين او الجهات المعانيين احنا مرتزمين بدعم الوزارات ورئاس ورئاس الجمهورية دعمها ازاي احنا عندنا في المجلس علماء مصر حاجة اسمها الحكومة الزهنية وعندنا انسازة وخبراء وعلماء كثار جدا في الهالس الشرعي العليا في كافة المجالات هؤلاء النخبة بيعملوا الملفات او الدراسات البحثية لتقدر تنفع وتدعم المجالات او تدعم الحكومة في كافة المجالات فاحنا بنحاول ان احنا نقدم ملفات بحلول لمشاكل واقعية اصلا في المجتمع واحنا عندها اللجنة المركزية اللجنة المركزية في جميع المحافظات المصرية بنرصد في كل محافظة ايه المشاكل بتاعتها هذه المشاكل بتيجي للمجلس للأمانة العامة الأمانة العامة بتديها للهالس الشرعي العليا الهالس الشرعي العليا بتبحث هذه المشاكل وبتطلع على الحلول طب هي الحلول دي بتبقى محتاجة لدعم مادي يعني الدولة هتبقى محتاجة ان هي تعمل مخاصصات مادية او ميزانيات للموضوع ده لا لا هو الموضوع احنا اكتشفنا ممكن يكون الموضوع قدام كل الناس من زمان بس احنا اكتشفنا مؤخرا ان الموضوع كله انتشار للفكرة السلوك احنا عايزين تغيير للفكرة السلوك فقط والرقابة على الاراضي اللي مفترض ان هي بني عليها اكيد لو احنا يعني وده دورنا دورنا كمجرس علماء احنا بنعمله بدون اي ما فيش حد بيشير لكم ان انت تروحوا تعمله احنا بنعمله او بيجبركوا على ده توعية في تغيير الفكرة السلوك احنا بنعمل كده ليه دي بلدنا عايزين نحافظ على الرقابة الزراعية عايزين نمنع حاجة اسمات عديات عايزين 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 في حاجات كتير بطرق توعية محترمة بننشر هذه الافكار وهي بتبقى اطروحة والأطروحة لما بتوصل للانسان بحب ووطنية اعتقد ان بيستمع واعتقد ان هو بيرجع عن اي شيء ممكن يعمله يقلل من قيمة هذا البلد او يقلل من قيمة وطنياته لهذه البلد دكتور احمد دلوقتي احنا عندنا حاجتين عندنا البحث العلمي الزراعي وعندنا السوق الزراعي مظبوط كده لكن علشان السادة مشاهدين يقدروا يفهموا ايه الرابطة او ايه وجه الاتفاق ما بين الاتنين انا حابة من حضرتك تقولنا سريعا كده ايه الوجه الرابطة اللي بينهم احنا عندنا في وزارة الزراعة فيها عندنا مراكز بحثية على اعلى مستوى فيها دكتورة وبحثين من على اعلى مستوى بس للأسف الرابط ما بين المشاكل اللي شغالين عليها في المركز مش مرتبطة بالسوق واحتياجات بالسوق بقى اه يعني احنا عندنا مشكلة مثلا احنا بنسمع عن الجراد يوم ما الجراد بيجي نسمع عن الأفات الموضوع ده بجد يعني فعلا بقى مستفز يعني انا اسفة جدا انا اقول اللفظ ده بس بجد بقى مستفز انه احنا كل مرة بنغرق في شبر مية في موضوع الجراد ده احنا حطين في المشروع وبنتخطي منه كانوا اول مرة بيحصل احنا حطين في البحث حتى طرق المقاومة بتاعت الجراد بقى سليب هنعتمد بها على طرق هندسية علشان خاطر يتم المقاومة طريقة هندسية ويتم المقاومة من اول ظهور اللي هي البوادر بتاعت الاسراب بتاعت الجراد وتحركها ونعرف هي جاية من انهتجاه تبتدي تشتغل المحاور بتاعت المقاومة هتبقى حاجة زي الابراج هي قربت؟ لا احنا يعني فيش حد بيعرف احنا بنعرف يومها والله يعني بيبقى فيه وقت كده توقيف كده احنا في الربيع احيانا في الربيع يعني ده انا بيصادف يعني كل سنة في الربيع فاحنا عندنا مثلا الافات اللي هي بتبقى مستحدثة احنا عندنا فيه مشكلة كبيرة قوي ده فيه مشكلة احنا مش متطرقن له احنا عندنا لوائح المنظمة والقواعد مثلا التسجيل الاسمدة والمبيدات والحاجات اللي زي كده وقعت البلد في مشكلة كان فيه افاة توتا ابسليوتا دي اصابت البلد وكانت موجودة وظهرت اول ما ظهرت في اسبانيا ايو بسبب ان احنا المبيد عندنا ما بتسجل من سنة لثلاث سنين ما كانش فيه مبيد يشتغل عليها يعني بتهايدي يعني تركاية بسيطة كانت ممكن تتحلف بالزبط وفعلا يعني قاضت على محصول التماطم في السنة دي وكانت أزمة كبيرة جدا طب كلموني يعني علاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية الزراعي يعني يعني اعتقد انه ده بيبقى ملف مهم جدا كمان بالنسبة للحكومة يعني ممكن دكتور محمد تفيدنا في الموضوع ده لا التنمية الاقتصادية ما هو التنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية هنربط الاتنين وبعد وتنمية الاقتصادية وتجارية وصناعية ومصر كتسلب غزاء العالم في يوم الايام تبوادر التدهور جاية من ايه؟ لعدم الرقابة ولا لعدم ولا الاهمال هي كل حاجة موجودة دلوقتي عندنا في بلدنا للأسف شودي ان فيه عدم مبالاء من بعض المسؤوليين فيه اطارات كتيرة فبيوصل للموضوع انا ما بوعيش الشخص اللي هو محتاج التواعي احنا كان عندنا مزارعين يعني زي ما بيقولوا فصحاء كان اعتقد ان هم بيفهموا الأجيال اللي بعدهم والبعدهم والبعدهم كان هو ده الوضع يعني اللي حاصل اعتقد ده كان وقت ده كان وقت هي المشكلة دلوقتي ان الازمات المتصاعدة في البلد وتراكم الكتير والسياسة والنغمار فيها بقى كلنا بتوع البحث العلمي داخلين في السياسة بتوع التنمية الاقتصادية داخلين في السياسة نحن عندنا تدهور زراعي من قبل من قبل لثلاث سنين قبل عشر سنين ما اعتقدش ما اعتقدش ان الموضوع يعني زهر طبعا مؤخرا ولكن الاهمال متراكم اه الاهمال بقى له سنين طويلة وده اللي بيخلي ووصلنا فيه دلوقتي لكن التنمية الاقتصادية ليها طبعا ليها مسؤولية التنمية الزراعية والتنمية التجارية والتنمية الصناعية كل ده بيصب في النهاية في المصلحة الاقتصاد المصري اتمنى ان شاء الله المرة الجاية ما اشوفكم انا ما اتفقدت لي لأسف خلص بسرعة جدا لما اشوفكم المرة الجاية بإذن الله تكونوا بحلول الواقعية والسريعة الى دكتور محمد عبدالسامد قلت لي عليها دلوقتي او ان انت قلت لي انك هتكتبها هتبدأوا ان انتو ترسلوها للدولة او لجهات المعنية يا جهز يا جهز ان شاء الله مرة جاية لما قبلكم بقى هاكون قريب على فكرة ان شاء الله احنا شوفي انا قلتلك ان احنا التوعية بدأناها يعني احنا التوعية قريدي بدأناها كويس جيب لكن لكن عشان نوصل قبل يوم قبل المؤتمر لازم يكون في حلول للأزمات دي كلها ويكون في استراتيجية واضحة ان شاء الله نبقى نقبلكم بقى نعرف ايه اللي حصل ايه الجديد اللي حصل في الموضوع اتمنى بالجديد ان شاء الله يا رب ان شاء الله بشكركم جدا على وجودكم معنا نهاردة نوارتونا مشاهدينك معنا دكتور احمد عبد الرحمن امين لجنة الاستثمار والتمويل العلمي دكتور محمد عبد السامد امين عام مجلس علماء مصر كلمنا عن التنمية الزراعية ودور مجلس امناء مصر في هذا الموضوع سلكم معا فاصل ونلجع مرة تانية لسنا كامريم مع بعض فقراتنا استنونا